موسيقى اهلا ومرحبا بجميع مشاهدنا الكرام في كل مكان نشرة اخبارية جديدة والبداية مع العنو موسيقى الرئيس بارزاني يعزي عائلة المرحوم كامل مهدي الضار موسيقى نائب عن نينة ويعتبر ان المحافظة لم تعد صالحة للعيش البشري موسيقى مراقبون يصفون عبد المهدي بانه جزء من المشكلة موسيقى اتساع نطاق احتجاجات اصحاب السفرات الصفرة في فرنسا وتحضيرات من اندلاع الثورة موسيقى اهلا بكم الى التفاصيل وجه الرئيس مسعود بارزاني رسالة مواسطة الى عائلة المرحوم الحاكم كامل مهدي الضار جاء فيها بمزيد من الحزن والاسى تلقينا نبأ وفاة الحاكم كامل مهدي الضار رغم كون الحاكم كامل من اصل عربي الا انه كان واحدا من الحكام الذين ادوا دورا بارزا في المجال القضاء في عهد ثورة ايلول العظيمة وقدم خدماته باخلاص وتفاني وبهذه المناسبة الاليمة نشاطركم الاحزان ونعزي عائلتكم المناظلة واقاربكم واصدقائكم تغمد الله روح المرحوم بواسع رحمته واسكنه فسح جنته والهمنا جميعا الصبر والسلوان بمناسبة وفاة الرئيس الامريكي الاسبق جورج بوش الاب وجه الرئيس مسعود بارزاني رسالة تعزية الى جورج دابليو بوش الابن الاكبر لبوش الاب والرئيس الامريكي الاسبق قدم فيها تعازيه ومواساته الى عائلة بوش وجه رئيس وزراء اقليم كردستان شرفان بارزاني برقية تعزية الى عائلة الرئيس جورج بوش بمناسبة وفاة الرئيس الامريكي الاسبق جورج بوش الاب حيث قدم رئيس مجلس وزراء اقليم كردستان التعازية لعائلة جورج بوش الاب وخاصة للرئيس الامريكي الاسبق جورج دابليو بوش كما وعبر عن تعاطفه معهم في هذه الاوقات الصعبة دعيا الله القدير ان يلهم جميع السلوان والصبر وجاء في برقية التعزية بان شعب كردستان يكن كل التقدير والامتنان الكبيرين لدور الرئيس بوش الاب الذي كان له دور رئيس في عام 1991 بفرض منطقة حضر الطيران في اقليم كردستان وحماية شعب كردستان من ظلم وعدوان نظام البعث والذي ادى بالنتيجة الى انتعاش اقليم كردستان مشيرا الى ان الرئيس بوش الاب سيبقى حيا في ذاكرة شعب كردستان وصل صباح اليوم وفد من مجلس النواب العراقي برئاسة دكتور بشير حدد الى محافظة دهوك يرافقه عددا من النواب عن اربيل ودهوك ونينة ووزاخو وجر استقبال الوفد من قبل محافظة دهوك فرهاد اتروشي وجهت هذه الزيارة بهدف الاطلاع ميدانيا على احوال المواطنين ومعاناة النازحين غسان خذر معه تفاصيل اكتر وصل اليوم وفد من مجلس النواب العراقي برئاسة نائب رئيس المجلس بشير حدد الى محافظة دهوك يرافقه عدد من النواب عن اربيل ودهوك ونينة ووزاخو طرحنا مع نائب رئيس مجلس النواب العراقي اشكاليات كثيرة في المحافظة خصوصا تلك القضايا المرتبطة بالنازحين وايضا قضايا تخص المحافظة نتمنى ان يتم ايصال النقاط التي ناقشناها مع نائب رئيس المجلس الى بغداد من اجل حلها هذه الزيارة تأتي بهدف الاطلاع ميدانيا على احوال المواطنين والنازحين على حد سوى خصوصا مع وجود 12 مخيم للنازحين في محافظة دهوك وتحمل المحافظة كافة المسئوليات دون مساعدة الحكومة الاتحادية في رفع المعاناة والاعباء الكبيرة سنعمل جاهدين لمساعدة النازحين وادراج تخصيصات مالية لهم في الموازنة الاتحادية لعام 2019 وتخفيف الضغط على المحافظات ومنها محافظة دهوك بسبب كثرة النازحين في المحافظة يجب ان يتم لفت انظار الحكومة الاتحادية لادراج هذه المشاكل وبحث سبل معالجتها ينتظر ان يتم ادراج تخصيصات مالية للمخيمات في الموازنة الاتحادية لعام 2019 وتخفيف الضغط على المحافظة كما اعلن الوفد محافظة دهوك التي تحتوي على مخيمات للنازحين بعدد يقترب من عدد سكانها تحتاج اليوم الى معالجة لهذه الازمة وتقديم خدمات زيارة نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير حداد تأتي في هذا المضمار غسان خضر زاكروز تيفي دهوك منطقة حي النواب في المنصور أرقى احياء العاصمة تعاني من شحة الخدمات المقدمة اليها بل يمكن تصنيفها من الاحياء النائية كاميرا زاكروز زارت المنطقة لتوثق احوال وسطة مناشدات الاهل بتقديم يد العون لهم تفاصيل أكثر مع مرسلنا من بغداد أحمد فيلي للوهلة الأولى يمكن أن تتوقع أن هذه المنطقة تقع على أطراف بغداد إذ لا يمكن لأحد أن يصدق أن هذه المنطقة تقع في قلب العاصمة أو توعد بضعة مترات عن تمثال أبو جعفر المنصور في منطقة المنصور إنها منطقة حي النواب أو العناب الخدمة هنا مفقودة ومناشدات الأهالي كثيرة يعني المنصور هي سنتر بغداد ما معقولة أنه أنت الوجه حلو مقرنص بس بالداخل مكمى النفايات يعني هذا المواطن يعني أبسط حقوقه هي النظافة وأبسط حقوقه أنه أطفال يرسلون مدارسهم نظيفين مو بالطيانة فإحنا هذا اللي نطلبه يعني لا أكثر لا أقل تمني أنقاضوا أوصاخوا البلدية هاملتها وإحنا عدنا رسالة إلى سيد مدير البلدية المنصور نقول له أترك الميز وأطلع بره شوية شوف شكو ماكو شوف مناطقك اللي أنت مسؤول عليها اللي أنت مدير البلدية شوف البلدية شلونها شوف هاي الأغنام هنا هنا تسكن العبارات في هذه الخيم المتاخمة لمنطقة النوابة تعيش فيها عشرات العائلات وهي تفترش الأرض وتلتحف بالسماء في أسوأ الأحوال الجوية من دون تقديم يد العون لهم ورغم حالتهم المأساوية الضعيفة لكنهم مهددون بالبقاء في هذه المساكن المتواضعة كواني أخبانين وحاطين ليلون قاعدين جواها فقال له تعيشي قلت له وإذا روح قال له مشكلتكم هاي شيلوا فما أقدر أشيل يعني وإن أروح إذا أشيل ما عندي نفس الشي هما أشيل بنا أحط نفسه هم ما أحط مكان ثاني أكون أخ أقضب من الله من حدكم متوسطوا صوتنا هذول الناس ما نعرفهم عصابة ما نعرفهم حكومة صديق كل سيجون شيلوا وراحوا وخذوهم فترة ورجلين احنا وين نروح أصحاب حوالباو يعني إذا أجيب كله طماطع احترب عشايا ثق بالله ورسوله وهذا كل سيجاين شيل ورجع ما عندي وين نروح أنت من تجين وتقول لي شيل وين نروح ما فكرت أنت من خطيات علي وديت ما تقول هذا المسكين وين راح يروح طبيعة العيش هنا مفروضة على الأهالي فالدوائر البلدية ما زالت تغض طرفها عن هذه الأحياء التي تحولت إلى مكبات للنفايات رغم أنها تعتبر من الأحياء الراقية في العاصمة بين هذه المنطقة وهذه المنطقة قصتان مختلفتان فهذه المنطقة تشكو من قلة الخدمات والأخرى لا تصلح حتى للحياة البشرية من العاصمة بغداد أحمد فيلي زاقرا سيدي أعلنت وزارة الموارد المائية ارتفاع الخزين الاستراتيجي في بحيرة سد الموصل بعد ورود موجات السيول والأمطار وتوقعت الوزارة بحسب بيان لخلية الإعلام الحكومي أن يصل الخزين المائي إلى أربعمائة مليون متر مكعب في بحيرة سد الموصل وفي السياق ذاته أكدت الوزارة أن العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية مكتفية بحصاصها الحالية من المياه إثر ورود كمية إضافية من الأمطار المتساقطة خلال الفترة الماضية مما أدى إلى انخفاض التركيز الملحية في شط العرب ويشار إلى أن الوزارة حولت كمية كبيرة من مياه السيول والأمطار باتجاه الأهوار لتعزيز حصتها المائية بهدف الحفاظ على مناسب مستقرة في الأهوار سوء الخدمات في مدينة الموصل جعل المدينة تغرق مع تساقط الأمطار لساعات قليلة وسط إرباك أصاب الجهد الخدمي في المدينة وتخوفه من تكرار ما حدث مع موجة أمطار أخرى التفاصيل في سياق التقرير التالي مع مرسلنا من الموصل محمد طلال عاد ملف الفيضانات مرة أخرى طافيا فوق مستنقع سوء الخدمات وإهمال الجانب البلدي في الموصل فساعة قليلة من المطار أحالت المدينة إلى بركة ماء موحلة يعني هاي بعد أول مطرة أول مطرة قوي بعد ما جيتنا نقول بالمستوي أربعانية أعز برد بالشتاء من 25-12 دي خمسة اثنيات الأمطار وما أمطار بعد ما جاءنا الربيع وما جيتنا الأمطار هذا حال هاي أول مطرة وينهم؟ خلي يجي مسؤول مع المحافظة يطلع خلي يقولون منهم مات من وطاب يعني ربك أفونا الرحيم اللي هنا ساكنين وأطفال لكن الحمد لله بليه سقطت هنا حيث المدينة القديمة من الموصل تجولنا في أزقتها الضيقة المتهالكة فرصدنا مشكلة أخرى حدثت بفعل الأمطار وهي انهيار الجدران الواحدة والآخر في مشكلة بدت خطرة لساكني هذه المناطق الحيطان كله وقعت يعني لهم الأطفال كان عندهم مدارس كان طلعهم وهم كان حيط وقع عليهم أو يعني خاتلين العالم ببيوتها من وراء المطر الحمد لله يعني ما صار شي هاي وبالنسبة يعني لا عندنا احنا لا سدود ولا عندنا منهولات كل شي معكم مجرد الماء كله عاي يخلد جوه الحيطان ضحف الإمكانيات وتهالك شبكة المجاري وعدم تخصيص مبالغ لصيانتها من قبل الوزارة أدى إلى غرق أحياء كثيرة من الموصل ما يرسل رسالة فحواها أن المواطن يجب أن يعتاد على هذه المشاهد لحين مغادرة فصل الشتاء أن كمية الأمطار اللي نزلت على المدينة الموصل يعني بشكل غير طبيعي كانت كبيرة جدا تفوق الشبكة الموجودة حاليا بالمدينة الموصل العلم أنه هاي الشبكة الموجودة هي من قرن الماضي خمسينات إلى سنة ثمائينات قرن الماضي الشبكة الموجودة الشبكة الموجودة ما تسعوك هاي الكمية الكبيرة من الأمطار اللي نزلت والسيول اللي يجد من خارج المدينة نحن بحل الحقيقة الكمية الأمطار اللي تنزل بداخل المدينة الموصل نحن عدنا سيطرة عليها وإذا كانت كبيرة ما مشكلة بس المشكلة عدنا بالسيول القادم من خارج المدينة لأنها تشتاح الشبكات وتوقف المخارج مهالتها المصابات المجاري موجة الأمطار التي رافقتها السيول كشفت عن الوجه الحقيقي للخدمات بلا مساحيق تجميلة والتي يتفنن المسؤولون هنا بوضعها على وجه المدينة المنهاتة وتكشف زخات المطار محمد طلالزا كروس تيفي الموصف اعتبرت النائبة عن محافظة نينوى بسمة بسيم أن المحافظة لم تعد صالحة للعيش البشر بسبب افتقادها لأبسط مقاومات العيش مشيرة إلى أن المحافظة منكوبة بما تحمل الكلمة من معنى وقالت بسيم في تصريح إن الضمار في نينوى مثهل وأسوأ من أي مكان آخر في العراق ولا تصلح المحافظة للعيش البشري جراء فغذان أبسط مقاومات العيش فيها وأضافت أن نينوى أصبحت منكوبة بمعنى الكلمة نتيجة الدمار الذي لحق بها جراء الحرب على داعش فضلا عن السيول المتدفقة التي ضربتها وتسببت بخسائر كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة وأشارت بسيم إلى أن الوضع كارثي في المحافظة ويفوق إمكانيات السلطة المحلية المتواضعة كشف القيادي في تحالف الفتح منصور المرعيد أن قادة الفتح التقو بالصدر قبل فترة طويلة بهدف التواصل إلى حل يخص ترشيح الفياض للداخلية مبينا أن الصدر وافق على ترشيح الفياض بشرط أن يكون التصويت داخل مجلس النواب هو الفيصل فإذا حصل الفياض على الأصوات الكافية سيزبح وزيرا وبخلافه يتم ترحى مرشحين آخر وبين المرعيد أننا لن نعرف لماذا الصدر الآن خلب على هذا الاتفاق وأصبح ينادي بتغيير الفياض مرجحا أن الصدر أدرك جيدا أن هناك دعم سياسي للفياض رأى مراقبون لشأن العراقي أن رئيس الوزارة عادل عبد المهدي فرط بفرصة تشكيل حكومة مرضية للأطراف بتأخره إعلانها منذ الأيام الأولى للتكليم ويؤكد المراقبون أن تأخير عبد المهدي في الذهاب بكابنته إلى البرلمان سمح بحدوث مفاوضات بطنية انتهت بمحاصصة مشوهة قضية اختيار الكابنت الوزارية في حكومة عبد المهدي عقبة أمام الرجل مراقبون سياسيون يؤكدون أن رئيس الحكومة الذي جاء بالتسوية بين الإصلاح والبناء لحل الأزمة في العراق والكتلة الأكبر بات جزءا من المشكلة وليس الحل يرى هؤلاء أن فرصة عبد المهدي التي فرط بها كانت كامنة في تكليفه باختيار وزراء مستقلين منذ البداية ولو أنه قدم الأسماء مبكرا ولم يتباطئ لا قُبلت كل الحكومة بالتصويت عليها لكن عبد المهدي قدم أسماء المرشحين الاثنين والعشرين وهم ينقسمون بين النوعين الأول مستقلون ترك ائتلاف الإصلاح لعبد المهدي اختيارهم والثاني منتمون جيء بهم كمرشحين عبر المحاصصة والاستحقاق السياسي بعض الكتل في ائتلاف الإصلاح شعرت بعد وقت قصير بأن غبنا وقع عليها إذ أن تركها لحصتها من الوزارة لم يقابل من الشريك أي ائتلاف البناء بالمثل فقدم وزراء يمثلون ستة أو سبعة مقاعد على حساب كتل تملك عشرين مقعدا سياسيون يجدون أن خيارين باتا مطروحين أمام عبد المهدي لفض الإشكال إما الاعتماد على نظام المحاصصة الصريح وهذا الخيار هو بيد ائتلاف الإصلاح أو أن يعيد تقديم الكابينة على أساس المستقلين وهو ما بات بيد ائتلاف البناء مراقبون آخرون ذهبوا إلى أن لجوء عبد المهدي للحل الثالث المتمثل بتقديم المرشحين لمجلس النواب وترك القرار له قد يذهب بالعراق لعملية سياسية مجهولة الأفق ففرص إكمال الكابينة بالتصويت متوفرة لكن الائتلاف الذي يعترض على بعض الأسماء بينها مرشحين للداخلية والتربية هو ائتلاف الإصلاح بقيادة سائرون وهو يمتلك المقومات القوية للمعارضة السياسية وحتى غير السياسية نظم المئات من معلمي ومدرسي الأقود في البصرة تظاهرة أمام مبنى الحكومة المحلية الجديد احتجاجا على عدم تعيينهم على الملاك وقالت ما صادر إن المئات من معلمي ومدرسي العقود تظاهروا أمام بناية الحكومة المحلية الجديدة في البصرة مشيرا إلى أن المتظاهرين أغلقوا بوابة مبنى الحكومة المحلية والطريق المؤدي إلى المبنى مجاني الكرام وقفة مع الأخبار الاقتصادية النشر الاقتصادية وأبرز العنوان الأجنة المالية النيابية تحرك نيابي لتثبيت ذوي العقود واشنطن وبكين هدنة مؤقتة بعد الحرب التجارية المهلكة والسياح هدف إيران الجديد للالتفاف على العقوبات الأمريكية كشفت اللجنة المالية النيابية الأحد عن وجود تحرك يجري داخل مجلس النواب للضغط على الحكومة من أجل توفير الأموال ضمن الموازنة لتثبيت جميع موظفي العقود في جميع المحافظات وقال عضو اللجنة حنين القدو أن النواب واللجنة المالية طالبوا الحكومة بتثبيت العقود في جميع الوزارات والمحافظات مبينا أن اللجنة المالية تنتظر رد الحكومة على تثبيت الطلب الذي تم تقديمه بشأن تعديل الموازنة وتثبيت العقود على الملاك الدائم وأضاف القدو أن أصحاب العقود وفي حال وافقت الحكومة على تثبيتهم فإن مخصصاتهم ستكون ضمن موازنة الوزارات التابعين لها كشف سوق العراق للأوراق المالية يوم الأحد أن السوق تداول خلال شهر تشرين الثاني الماضي من العام الحالي تسعين مليار سهم وذكر المدير التنفيذي للسوق طه أحمد عبد السلام في بيان له أن سوق العراق للأوراق المالية نظم عشرين جلسة التداول للأوراق المالية خلال شهر تشرين الثاني الفين وثمانية عشر وأضاف أن عدد الشركات المساهمة المدرجة في السوق بلغت مائة وأربعة شركة حيث بلغ عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال شهر تشرين الثاني خمسة وخمسين شركة مساهمة فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة تسعين مليار سهم وبقيمة بلغت سبعة وثلاثين مليار دينار اتفقت الصين والولايات المتحدة على وقف فرض تعريفات جمركية جديدة مع إجراء الدولتين محادثات تجارية بهدف التوصل لاتفاق خلال تسعين يوم وذلك حسب ما قال البيت الأبيض عقب محادثات جرت في الأرجنتين بين الرئيس الأمريكي والصيني وقال البيت الأبيض أيضا أن الصين مستعدة للموافقة على صفقة شركة كوالكوم الأمريكية لنظم الاتصالات التي لم تتم الموافقة عليها سابقا وأضاف البيت الأبيض إنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق خلال تسعين يوما مع الصين بشأن قضايا تجارية من بينها نقل التكنولوجيا والملكية الفكرية والحواجز غير الجمركية والسرق الإلكترونية والزراعة يتفق الجانبان على زيادة التعريفات الجمركية التي بلغت نسبتها 10% لتصبح 25% تستعد سلطات النظام الإيراني للعمل بنظام إصدار تأشيرات الدخول للأجانب دون ختم جواز السفر بجميع منافذ ومطارات البلاد بدءا من ديسمبر الحالي في خطوة تهدف إلى الالتفاف على العقوبات الأمريكية ويأتي القرار الإيراني بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على المسافرين إلى إيران خاصة من أوروبا حيث لم يعد بإمكان الأوروبي الذي يزور إيران الاستفادة من نظام رفع التأشيرات مدة 89 يوما الذي تتبعه واشنطن مع رعاية الاتحاد الأوروبي ويتيح القانون الجديد لرعاية 120 دولة الحصول على تأشير الدخول فور الوصول إلى المنافذ الإيرانية في محاولة لجذب السياح وقال مسؤول إيراني في قطاع التجارة إن طهران وسول تعملان على إطلاق آلية لتبادل سلع كوريا جنوبية مقابل صادرات نفط إيرانية تمكنت الإمارات العربية المتحدة من استقطاب العديد من رجال الأعمال والنخب من كافة الاختصاصات خلال فترة زمنية وجيزة وجاء إعلان مجلس الوزراء الإماراتي في أيار الماضي عن إطلاق منظومة متكاملة لتأشيرات الدخول ليزيد من استقطاب الكفاءات والمواهب في كافة القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني وتضمنت الأنظمة الجديدة منح المستثمرين تأشيرات إقامة تصل إلى عشر سنوات لهم ولجميع أفراد أسرهم بالإضافة إلى منح تأشيرات إقامة تصل إلى عشرة أعوام للكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية واحتلت الإمارات المرتبة الثالثة عالمياً بين الدول الأكثر شعبية في جذب الأثرياء عام 2017 بهذا الخبر انتهت النشر الاقتصادية شكراً للمتابعة وإلى اللقاء استضافت مدينة أربيل المهرجان الثقافي الكوري بنسخته الثانية بحضور جماهيري كبير من محبي الثقافة الكورية وتضمن فعاليات متنوعة تمثلت بعروض للرقص والموسيقى التقليدية والحديثة وعرض للأطعمة والأزياء المميزة جولة في التراث والثقافة الكورية يأخذنا إليها المهرجان الكوري بنسخته الثانية في مدينة أربيل من خلال فعاليات متنوعة تمثلت بعرض الأطعمة والأزياء الكورية المميزة إضافة إلى عروض الرقص والموسيقى نحن هنا اليوم لنبرز ثقافتنا وما هي عادات كوريا وتقاليدها وكما ترين فهناك موسيقى الكيبوب التي تعبدر عن الموسيقى المعاصر لكوريا وما ترين هناك هي الثقافة الكورية المتمثلة بالزي كوري التقليدي الذي كان الشعب الكوري ارتديه من العصور نحن نقدم اليوم العديد من الفعاليات سواء كانت متمثلة باللباس أو الطعام أو الرقص أو الموسيقى التي تعكس عراقة الحضارة الكورية وبحضور جماهري كبير من محب الثقافة الكورية تضمن المهرجان فعالية لفن الرسم على الوجه وعصف للموسيقى الكورية التقليدية وأشارك فيه طلبة المتطوعون من مختلف جامعات إقليم كردستان نحن طلاب جامعين من جميع نحاء الإقليم متطوعين نشارك به المهرجان واللي اثاني مهرجان دات العكس الثقافة الكورية من الأكل والشرب والموسيقى والملابس والبرفيرمانسات والرقصات المثل ما تشوفين الجمهوركلا دات تحضر أدنا هوايا تعالى نتعت ما شاء الله مثلاً أكو الدانسينج أكو الرقص والغناء وبعض الفنانين الصغار يعني وفنانات الصغار أدنا ضيوف خاصين تيم الكاراتية ومغنية العامش تركتويا بالفستيفال طبعاً عدى هاي بس القسم ما لاتنا تامنت مانجمنت عدنا أقسام أخرى اللي هي جوة إذا شفتوها الهانبوك الهدوم الكورية نقول أو الباس الكوري الرسمي العروس والعروسة الكوريين عدنا طبعاً بالكافتيريا سوينا قسم خاص للألعاب الكورية هناك راح تشوفون بعض الألعاب يعني اللي يفوز فالشي راح يأخذ هدية بسيطة مثلاً نقول راميان كوري المهرجان وعده الكثيرون خطوة مهمة للتبادل الثقافي بين كوريا وأقليم كردستان وجسراً لتقارب الشعبين قمنا اليوم بالمهرجان الكوري وشاركنا ثقافتنا من خلال طرق متعددة وما أرتديه اليوم يعد زياً تقليدياً جداً ولكن يمكنك أيضاً رؤية ثقافة الأخرى حديثة مثل الكيبوب بالطبع أعتقد لدينا قواسم ومشتركة عديدة مع الشعب الكردي كخوضنا للحروب مثلاً ونحن نقضي هذا اليوم لنتواصل معهم ونشاركهم ثقافتنا ثقافة الكورية بفنونها وأدابها وزيها وطعامها تم أحياءها اليوم من خلال المهرجان الكوري بنسخته الثانية في مدينة أربيل لزاكروس الفضائية سهل العصام أربيل مرت أربيل بمنخفض جوي تسبب بتساقط الأمطار الغزيرة خلال الأيام الثلاثة الماضية لكنها لم تشكل عائقاً أمام حركة المرور في شوارع أربيل الرئيسية بل وأطفت جمالية لشوارعها ضياء حمداني استمتعى بهذا الجمال وعد لنا هذا التقرير أمطار غزيرة شهدتها مدن إقليم كردستان خلال الأيام الثلاثة الماضية موجة الأمطار هذه نتجت عن اندماج مخفضين جويين قادمين من البحر المتوسط والبحر الأحمر كما تؤكد مديرية الأنواء الجوية التي بيّنت أن معدل تساقط المطار في أربيل العاصمة بلغ 40 مم تساقطت كميات الأمطار بشكل كبير منذ يومين خلال 24 ساعة الماضية كانت أكبر كمية لتساقطات في مدينة أربيل بحدود 40 مم وفي مدينة سليمانيا 25 مم وفي مدينة دوهوك 17 مم وفي كاركوك 14 مم وفي حلبجة 21 مم وكميات الأمطار الساقطة لهذه السنة يبشر بالخير إذا قارنناها قبل عام لأن كميات التي ساقطت تزيد عن 50% من أول العام على الرغم من غزارة الأمطار لأن شوارع أربيل بدأت غير متأثرة من كميات المتساقطة فالحركة فيها طبيعية ولم تشهد أي اختناقات أو قاطع لشوارعها مديرية الخدمات في بلدية أربيل أوضحت أنها تعمل على مدار العام في صيانة منظومة تصريف مياه الأمطار في كافة أنحاء المدينة منعا لأي اختناقات قد تتسبب بها المياه المتساقطة خلال موسم الشتاء نحن كشغلنا وحاولنا من 24 ساعة بدون أوف بدون متوقف لتحضيرات قبل وسوينا بعض التحضيرات مثل أي منطق نتوقع بها الفيضانة أو نتوقع بها التأثير على المناطق السكانية نسوي التحضيرات مثلا تنظيفات قبل أو نفتح بعض القنوات لأنه يروح ماء بها من بداية من شرق الأربيل أو نحو إلى اتجاه الغرب الأربيل هو التحضيرات البداية قبل موجة المطار تساقط الأمطار المتواصل في أربيل أضفى على شوارعها مسحة إضافية من الجمال فيما تشير تنبؤات الجوية إلى موجة أمطار أخرى محتملة فالتشهد أربيل يوم الثلاثاء القادمة ويالحمداني زاكروس تيفي أربيل بالتعاون بين جامعتين السليمانية والليفربول البريطانية تم تنظيم ندوة حوارية بشأن حماية الآثار التاريخية والدينية خاصة تلك المتعلقة بملف الإيزيديين بعد انتهاء الحربي ضد داعش شير محمد من السليمانية معه تفاصيل أكثر ضمن فعليات العمل المشترك بين جامعتين السليمانية وليفربول البريطانية وقيمت ندوة حوارية حول آلية الحفاظ على الآثار والأماكن التاريخية في مناطق الحرب والصراع المحاورون تطرقوا إلى الأماكن الدينية المقدسة لدى اليزيديين وما حل بها بعد اشتياح تنظيم داعش لمناطقهم عام 2014 في محاولة منهم لإيصال الملف إلى المحافل الدولية نشكر جامعتين السليمانية وليفربول لقيامهم بهكذا مشاريع ولتستيح الفرص لطرح مواضيع حماية الأماكن التاريخية والدينية سيما بعد اشتياح تنظيم داعش لمناطق رئيزيديين وتدمير أماكنهم المقدسة الهدف يركز هنا من هكذا مشاريع على إيجاد آلية لحماية تلك الأماكن بعد انتهاء الحرب إقامة هكذا مؤتمرات أو هكذا ندوات هي محل شكر وتقدير لجامعات التي تقوم بهذا الواجب هي تخدم القضية اليزيدية بجميع الواحية سواء كانت لتعريف العالم الخارجي بما عناه الشعب اليزيدي بما عناه اليزيديين وتعريف الباحثين بمدى قيام داعش بتدمير الأماكن الدينية والأثرية في مناطق تواجد اليزيدي من جهة أخرى أشار باحثون في الشأن اليزيدي إلى التقصير من قبل حكومة بغداد أمام ملف اليزيديين ومحل بهم من جرائم شملت البشر والحجر على حد سواء وأصرنفت كإبادة جماعية ضد الإنسانية الحكومة العراقية نوعا ما متواطئة تغضي النظر عن ما تعرض له الأماكن الأثرية والدينية في المناطق التي تحت سيطرتها حكومة كردستان مشكورة لأنها تقوم بواجب مفروض عليها نحن شعب نعيش على أرض كردستان حال وحال جميع مكونات كردستان الأخرى مواطنين كردستانيين فعلى الحكومة القيام بواجباتها ومنذ اجتياح تنظيم داعش لسهل نينو عام 2014 عمل على قتل وخطف الآلاف من المكون اليزيدي وتدمير العديد من الأماكن الدينية الخاصة بذلك المكونة في حين تمكنت حكومة إقليم كردستان من تحرير أكثر من 3000 مواطن ومواطنة يزيدية من قبضة التنظيم حتى الآن لقناة زاكرو سي فيشيار محمد السليمانية انطلقت اليوم ولأول مرة في العراق وإقليم كردستان مشروع دائرة مصغرة عن طريق باص المتنقل يقوم بتسجيل أسماء الباحثين عن العمل والتي أعدت من قبل وزارة العمل في إقليم كردستان وبالتعاون مع منظمة جي آي زيت الألمانية للسعي لإيجاد فرص العمل للجميع نجلاء سندي منزاخو معها تفاصيل أكثر دعم من حكومة إقليم كردستان وبالتنسيق والتعاون مع منظمة جي آي زيت الألمانية انطلقت اليوم ولأول مرة في العراق وإقليم كردستان مشروع دائرة مصغرة عن طريق سيارة متنقلة تقوم بتسجيل أسماء الشباب الباحثين عن العمل طبعا اليوم زارونا وزارة العمل الشرون الاجتماعية لناحية الجاوية لناحية بطوفة نشكر حكومات الأقليم لبادرتها لتوفير فرص العمل من خلال هذا الكوستر المتنقل مثل كدائرة موظفين قاعدين بها وميزات وكمبيوترات سيسجلون الخارجين الكليات والمعاهد وحتى اللي بدون شهادات همين لتوفير فرص عمل للقطاع الخاص مولي القطاع العام تعين للشركات والمصانع والمعامل اللي عندهم حتى تكون الاقتصاد تتطور أكثر أكيد الاقتصاد في تطور مستمر هذه المشروع من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في أقليم كردستان وبالتنسيق والتعاون مع منظمة جي اي زيد الألمانية من خلال باص متنقل لسعي لإيجاد فرص عمل للشباب الخريجين وغير الخريجين لإيجاد فرص عمل لهم في قطاعات وشركات خاصة ونستطيع أن نقوم من خلال هذه المشروع بأحصائية أدد العاطلين لهذه العام هذه المشروع أول مرة بدأنا في ناحية باطوفة والتي ستستمر لمدة عشرة أيام أول تطبيق يوفر وظائف للشباب العاطلين والتي ستستمر لمدة عشرة أيام انطلاقا من ناحية باطوفة في قضاء زاخو دائرة متكاملة من قبل وزارة العمل للسعي لإيجاد فرص للشباب في القطاعات الخاصة إن التجيل أسماء العاطلين عن العمل الخريجين والغير الخريجين لا أهمية كبيرة للشباب الباحثين عن العمل نحن نشكر حكومة إقليم كردستان ومنظمة جي آي زيت لهذه الفرصة ولهذا المشروع المهم التي سيجد الفرص عمل لنا هي أول مبادرة من عندنا بتوفير هذه الباصين المتنقلة أحدهم لتجيل الأسماء العاطلين عن العمل والباص الثاني هو يتنقل بين الشركات والمعامل التي هم أصحاب الأعمال مشروع عده المراقبون خطوة مهمة لتقليل البطالة وإيجاد فرص عمل للشباب من ناحية باطوفة في قضاء زاخو نجلة سندي زاكروز تيوي بحث رئيس مجلس القضاء على القاضي فأغزادان مع السفير الروسي في بغداد ماكسيم ماكسيموف ما لفى تسليم أطفال الروس الإرهابيين إلى ذويهم في روسيا وذكر بيان لمجلس القضاء أن القاضي فأغزادان استقبل السفير الروسي لدى العراق ماكسيموف وتب التباحث معه في أمور عدة وضف البيان أن جانبين بحث الأمور القانونية الخاصة بالموقوفين والمحكومين عن قضايا الإرهاب من حملت الجنسية الروسية وملفات تسليم أطفالهم إلى ذويهم في روسيا تشهد فرنسا حركة احتجاجات واسعة منذ السابع عشر من تشرين الثاني الماضي بدأها سواق سيارات الحمل غضباً أو غضباً على زيارة أو زيادة أسعار الوقود والضرائب المفروضة المزيد في سياق هذا التقرير تشهد فرنسا حركة احتجاجات واسعة عرفت باحتجاجات أصحاب السطرات الصفراء بدأها سواق سيارات الحمل الذين يلزمهم القانون بارتداء سطرات صفراء مميزة عند خروج السيارة عن الطريق في حالات الطوارة بدأت هذه الاحتجاجات يوم السبت السابع عشر من تشرين الثاني من هذا العام عندما أغلقت الحركة بعض الطرق وتسببت بفوضى مرورية عارمة وسط باريس احتجاجاً على زيادة أسعار الوقود والضرائب لينجم عن ذلك حدوث استداماً بين الشرطة ومحتجي سطرات الصفراء تحولت فيما بعد إلى نطاق أوسع من المطالب المتصلة بارتفاع تكاليف المعيشة لتشمل شرائح أخرى من المجتمع الشرطة الفرنسية أفادت بوقوع ما لا يقل عن 130 مصاباً بينهم عناصر أمن كما اعتقلت حتى الآن 412 شخصاً في محاولة لاحتواء الاحتجاجات صحيفة لوبوان الفرنسية اعتبرت ما يحدث بمثابة انذار لبدء ثورة عارمة وذلك نظراً للمستوى غير المسبوق للعنف والاحتقان وعدم بروز أفق لحل قريب وفي صعيد جديد قام محتجون بإزالة حواجز نصب الجندي المجهول الذي يعود للحرب العالمية الأولى ليكيف بالقرب من الشعلة الأبدية ويغن النشيد الوطني هذا واستهدف بعض المحتجين قوس النصر داعين ماغرون للاستقالة وكتبوا على واجهة القوس ستنتصر السطرات الصفراء حيث ينتاب المتظاهرين الغضب بشأن قيادة الرئيس إيمانويل ماغرون للبلاد لأن حكومته لا تهتم برجل الشارع العادي ومع تصاعد حدة العنف أغلقت 19 محطة لقطارات الأنفاق وأغلقت محلات جالاري ومتاجر برينتان أبوابها وسط العاصمة باريس الرئيس إيمانويل ماغرون الموجود في قمة مجموعة العشرين قال أنه سيجتمع بالوزراء لبحث الأزمة فور عودته من الأرجنتين بينما أرجع رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب حملة الاعتقالات الواسعة إلى مهاجمة المحتجين للشلطة بمستوى عالم من العنف وأكد وزير الداخلية الفرنسي كريستوفر كاستانير أن السلطات ستدرس كل الإجراءات التي تؤمن البلاد بما فيها فرض حالة الطوارئ مشروع باسيف هاوس الذي عده مهندس شاب في حلبشة للحد من كثرة استخدام وسائل التدفئة وتبريد الكهربائي تفاصيل أكثر مع مرسلنا أمير حوران بناء بيوت تتمتع الأسرة فيها بكل وسائل الراحة النفسية وتتميز بالأسلوب الحديث مشروع أعده وعكف عليه مهندس شاب في قصبة خرمال حدثنا عن مشروعه ويملأه التفاؤل بتنفيذه ونجاحه في بناء العمارات السكنية والمباني الحكومية ويتضمن حلولا هندسية باستخدام تقنيات العزل والتغريف لتمنع تصرب الهواء والحرارة من الداخل إلى الخارج وبالعكس نسبة طلب واستخدام الطاقة في الإقليم والعرق مرتفعة جدا تكلف المواطنة والحكومة أموال طائلة وبسبب الاستهلاك الزائد للكهرباء والوقود لتبريد المنازل أو لتدفئتها في القدرة على توفيره لدينا مشكلة في القدرة على توفيره للحد من الإسراف واستهلاك الكهرباء والطاقة استخدام تقنية عزل البيوت هو الحل الأمثل للخروج من هذه المشكلة رحب المعهد الألماني لباسيف هاوس بمبادرته ومشروعه لبناء بيوت تكون صديقة للبيئة ويسعى خلاله في تحقيق أقل استهلاك للطاقة وتكلف إنشاؤها زيادة طفيفة مقارنة بالمباني التقليدية بينما تحمل النتيجة المحققة مزايا كثيرة وفوائد كبيرة بالنسبة للبيئة والاقتصاد على المدى البعيد المنزل الذي نعيش فيه وجميع المنازل في إقليم كردستان والعراق الأجواء بداخلها باردة في فصل الشتاء وحارة صيفا وهذا ما دفعني للتفكير في مشكلة تسرب الطاقة بزيادة سماكة الجدران العازلة واستخدام زجاج الثلاثي الإزدواجية ليساهم في تطبيق العزل الحراري ويحلم صاحب المشروع ببناء مختبر لتجربة مواد عزل محلية والشروع في تنفيذ مشروعه في إقليم كردستان والعراق للحد من الاستخدام المفرط للكهرباء والوقود عند إنشاء المشارع السكنية الجديدة بتقنية باسيف حاوس وتجهيز المنازل القديمة لتكون قادرة على مواجهة تحديات المناخ الحار صيفا والبارد الشتاء لقناة زاكروستيفي أمير هورامي خرمال الخبر الأخير في نشرتنا هذه حضر أيقونتان من عمالقة السينما الأمريكي روبرد دينيرو ومارتن سكورسيسي مهرجان ماركش الدولي للسينما لهذا العام في نسخته السابع أشر وتسلم دينيرو جائزة من قبل سكورسيسي تقديرا لمشواره الفني وتحدث دينيرو خلال مقابلة حول صداقته الوثيقة والطويلة مع سكورسيسي متذكرا أيام صباه مع المخرج الأشهر وترع رؤيهما في ذواح نيويورك وبداية عملهما معا في السينما وانطلقت فعالية مهرجان ماركش في الثلاثين من تشرين الثاني وتستمر لغاية الثامن من كانون الأول ويتنافس خلالها أربعة عشر في المنع على النجمة الذهبية جاني الكرام ختاما هذا تذكير بأبرزي ماجا الرئيس بارزاني يعزي عائلة المرحوم كامل مهدي الضار نائب عن نينوى يعتبر أن المحافظة لم تعود صالحة للعيش البشر مراقبون يصفون عبد المهدي بأنه جزء من المشكلة واتساعد طاق احتجاجات أصحاب السترات الصفراء في فرنسا وتحذيرات من اندلاع الثورة مجاني الكرام انتهت النشرة الإخبارية لهذه الساعة وإلى أن نلتقيكم ونشرات جديدة هذه أحلى تحية من كادر العمل وأمني أنا شلال محمد إلى اللقاء اشتركوا في القناة